احنا كمسلمين إليقنا الحمد وربي أضعاف مضاعفة اليوم تشوف بأنه التقارير كل البحوث العلمية لما تعلق بالفيروس يقولوا إليه تغسلوا اليدين وتغسلوا الفم وتغسلوا الوجه وتغسلوا احنا عدنا هذا الشي هو عبادة احنا واجبات شرعية تعنا هي هذه يعني احنا عدنا الوضوء الحمد لله رب العالمين كنت وضوء يعنينا نغسل خاصة لما نكررها ثلاث مرات وغيرها وعدنا كذلك الأدعية اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقولنا عليه الصلاة والسلام مثلا ماذا بي يحفظوا قال إخوة هذا الحديث لنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الأسقام هذا دعاء نكره كل مرة سيء الأسقام مهما كانت هذه الأمراض والأسقام ثم اليوم يا أخي محمد يليق انطمئن وانا قلت البارح في احد الاخر وحد البنت في وهرن ديزويتون ما حبشت خرج من دارهم خايفة أنا قبلة كنت نشوف بعد مخوتاتنا هنا تنقى خايفين مسوسين من نخلعوش من فجعوش من حزنوش كثير من ندخموش الأمر أكثر من لازم لأن هذا الشي درنا يليقنا الثبات والصبر والوقاية وزيد حاجة أن محمد صلى الله عليه وسلم اليوم العالم بأمس الحاجة إلى محمد عليه الصلاة والسلام على بالك في أقبل 14 قرن كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على مسألة الحجر الصحي هذا لي زلمه يعني كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بوباء في أرض فلا تدخلوها وإذا كان بها الوباء وكنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا هذا والآن يسمى الحجر الصحي